إزاي من وجهة نظره طبعاً ومن خلال مؤلفاته ممكن يساعدنا بإن إحنا نحاول نتقبل الحياة زي ما هي نحاول نتخطى ضغوطاتنا نحاول نقلل من توطرنا نحاول نعدي المشاكل اللي بتوجهنا في حياتنا أول ما نقول كلمة ضغوط فنقوم سألين السؤال هو يعني إيه ضغوط؟ يعني إيه ضغوط؟ يبقى كل واحد بيشوفنا دراجي سمعنا لما أقوله يعني إيه ضغوط؟ يقولك يعني حاجات كتيرة وعندي مشاكل وعندي تحديات لكن كلمة ضغوط نفسها هو لسه مش شايفها بشكل صحيح إحنا لما نشوف المشكلة بشكل صحيح هنقدر ساعتها نتعامل معها أو نخرج من الضغوط دي الضغوط هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مطالب أكتر من الموارد أنا مطلوب مني شغلي كتير جداً أعمله وعندي وقت قد كده عندي وقت لايل قوي أنا في البيت مع الولاد ومع المش عارف إيه وعندي كذا والمدارس والوجبات بتاعت الولاد والأب حاجات كتير قوي طب بس أنا ما عنديش وقت يبقى مطالب 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 حتى عنده احتياجات مالية والتزامات مالية والمورد أقل فيه المورد المالي بالنسبة له كشخص في البيت أو في الأسرة دي يبقى دول كلهم يؤدوا إلى الضغوط هو ده كلمة الضغط أو السترس ده شرح كلمة الضغط بالزبط اللي هي مطالب أكثر من موارد اللي هي أكثر من التعريف بسيطة التعريف اللي أنا بقى أفضله جدا أبسط تعريف مطالب أكثر من موارد طيب لو إحنا عشنا في الوضع الأول مطالب حوالينا في الحياة أكثر من الموارد اللي عندنا ما عندناش غير حلين ينقلل المطالب اللي علينا يعني بدل ما أنت بتكون بتقول أنا عاوز أعمل كذا وكذا وكذا أقلل الحاجات اللي أنت عايزها يا إما تزود الموارد بتاعتك زود الموارد بتاعتك تشغل على نفسك تطوير شخصيتك تطوير دخلك تطوير عملك تطوير الحاجة اللي انت عاوز فيها مطالب كتيرة يبقى زود الموارد اللي عندك أو مفيش بديل أو ان انا مفكرش ان انا اعمل كل الحاجات دي برضو مرة واحدة احيانا البني ادم بيحمل نفسه فوق طقته واحيانا بيبقى عايز يعمل حاجات كتير قوي واحيانا بيطلب كمان او بيطلب منه ان يكون مثالي في كل حاجة بيعملها يبقى الرضا والقبول بقى يرضى بده يعني يرضى بده يرضى بده ان هو يرضى ان هو خلاص هو عارف انه في عنده قدرات معينة ومهارات معينة ولكن الرضا ما يمنعوش من الطموح ما يمنعوش من الطموح عشان ما مويتش الامل عند الناس بالعكس انا حايز يبقى فيه طموح عند الناس وطموح مرتفع ولكن على ارض الواقع طموح مرتفع لكن ممكن طموح مرتفع لكن يقدر يحققه ويسعى أنه يحققه فعلا ويبذل جهد أن يحققه فبقى أول حاجة نبدأ نعرف في حياتنا إحنا مطالبنا إيه ومواردنا إيه وإزاي نزود الموارد بتاعته الأسرة بتاعت العيلة بتاعت البيت يمكن نزود موارده في شهاداته ممكن جدا نروح يتعلم يروح يدرس تاني ومن الدراسة ومن التعليم يزود الدخل بتاعه ممكن يدور على موارد عمل آخر ممكن على حسب هو محتاج إيه أو إيه الحاجة اللي هتزود له الموارد بتاعته عشان يغطي البطالب بتاعته يبدأ أول حاجة في الضغوط إن أنا أفهم إيه هي الضغوط وأبقدي أتعامل معها مظبوط وأمسائل نفسي ثلاث أسئلة السؤال الأولاني ما أنا فيه الآن من الضغوط أو التحديات أو المشكلات عشان الناس اللي بيسمعها دولي تقولك أنا حياتي والمشاكل والعيال والبيت والشهد ما أنت فيه من تحديات الآن إذا استمرت عليه زي ما أنت كده هل تضمن لنفسك أنك تكون مستقر صحيا ونفسيا واجتماعيا على المدى البعيد وتفضل كويس أعتقد لا كل الناس هيصروح وقولك لا إحنا بعد كده هنروح مستشفى هنعمل حاجة في العيال يا كذا يا كذا يا كذا ليه؟ يبقى أول حاجة وضعك الحالي لما تشوف المشكلة اللي عندك إنك مضغوط ولو استمرت كده هتعي ضغط ولا سكر ولا مشكلات ولا مشاكل تحصل في الأسرة ده ممكن يحصل طلاق في الأسرة وممكن يحصل مشكلة كبيرة بين الأم وأبنائها أو الأب وأبنائها يسيب أثر في الطفل الصغير لما يكبر ضد أبوه وأمه بسبب أب جاي عنده تحديات ومشاكل يعمل مشكلة في البد الضخمة وبعد كده السبب كان بسيط وكان قليل أو أم مضغوطة وراء مسئوليات كثيرة جدا وفي نفس الوقت الموضوع ممكن يتخذ بهدوء شوية بالضبط يبقى أول حاجة قيم موقفك الآن لو فضلت زي ما أنت في حياتك يا ترى الدنيا هتمشي جميلة ولا هتتعب أكتر وتتعب لحواليك هتحس إنك محتاج تهدي السرعة شوية بالضبط نمرأ اتنين نمرأ اتنين وأنا كمان أهدي السرعة مع المشاكل نمرأ اتنين بعدما قيمت موقفك ده طب إنت ماذا تريد إنت عايز إيه في المستقبل لنفسك ولا أسرتك ولا لأولادك إنت عايز إيه إنت عملت تجري ديه في الآخر عايز توصل لإيه بالضبط عملت تجري بنسأل لبسنا السؤال ده على فكرة أوقات وبعدين يعني وفي الآخر إيه اللي هيحصل إيه اللي أنا عايزه بالضبط ومع اللي أنا عايزه ده أولويات مين نمرأ واحد ومين نمرأ اتنين لكن إحنا كلنا عاوزين حاجات كتير قوي ويلا دلوقتي ويلا كذا والواحد مشغول هنا مشغول هنا مشغول هنا لا اكتب على ده واحد وعلى ده اتنين وعلى ده تلاتة وأربع حط أولوياتك ويلا بقى ابدأ ابزل مجود هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا ياخد كل دولة وراء بعضيهم بعدما نخلص الاتنين دولة يبقى إيه ما المطلوب مني أن نعمله علشان نقدر حققق الاتنين الأولانين طب هل أعمل إيه بقى أبدأ إزاي بقى أتحرك منين أبدأ منين طب هبدأ منين أني هوجد عمل جديد هبدأ منين هروح أدرس وتعلم وطور شهاداتي أو مستويات العلمي أو التعليمي هبدأ منين هقلل نفقاتي هبدأ منين هشوف مورد ادخار أو شكل للإدخار عفوا هبدأ منين من الاستثمار أني أبدأ حط الفلوس هقلل الاستهلاء يبقى في حاجات كتير قوي لشان دي يتوصلني للراحة بقى النفسية اللي مع الزمن ما تودنش في مشاكل أو في تحديات يبقى دي خط عملي للمشاهد يمشي عليه فعلا